الفن في عهد المصريين القدماء ظهر على المقابر ظهر على المعابل ظهر في منحوتاتهم الرئيسية ظهر في كل الأسار اللي جاتهم ماذا يمثل الفن المصري القديم بالنسبة للعالم؟ ماذا أضاف للبشرية بشكل عام؟ ده هو مش مسألة أضاف هو أول صفحة في كتاب التاريخ هي اللي كتبها المصري القديم يعني لما نقول كده ألف بقحة حضارة أو فن هو عند المصري القديم طبع مارة فنون عند المصري القديم الفن عند المصري القديم ممكن نقدر نميز بين نوعين من الفن الفن الرسمي اللي كان بيتعامل الملك للإمبراطور للقائد للأمراء وده كان فن رسمي لي سمات معينة فكان الملك يتعامل التمثال بتاعه والنحط بتاعه في عز الشباب لو كان الملك ده عنده تسعين سنة لازم بنعمله التمثال بتاعه في عز الشباب عشان لما يبعث مرة أخرى يبعث على هذه الهيئة وفي كامل قوته لأنه قبل كده كان هو ظل الإله وبعد كده كان نصف إله إلى أن أصبح هو الإله أو ابن الإله فلازم يصور بهيئة جمالية راقية جدا فيه نوع تاني أنواع الفنون المصرية القديمة ده بقى الفن الشعبي الفنان اللي كان بيعمل هذه العمائر العظيمة لما كان بيخلد إلى نفسه ويعود مع بعض ففيه بقى مقابر اسمها مقابر الفنانين التشكيليين فكان يعمل رسومات بسيطة جدا فدي اللي ورتنا الحياة عاملة إزاي وفيه برديات مشهورة مصرية قديمة موجودة في إيطاليا تحديدا في مطحف تورنيدو هتلاقي فيها رسم رسوم هزلية وهي البدايات الأولى لفن الكاريكاتير والرسوم المتحركة في العالم في العالم تم جاري تحديدا يعني القط والفار والصراع الأزلي ما بين الخير والشر والصغير اللي هو الزكي الشاطر اللي بيعمل مقالب والكبير اللي عنده القوة بس زكاءه محدود ده رسط فين يا فندم؟ موجودة في في المتحف تورنيدو لكن هنا يعني لما تكتشفوها في مصر كان لقواها فين فمقابر فيها في عصر الأسرة الثمنتاشر وفيه موجود بعدها في الفنون الإبطية أيام الدولة الرومانية مثل هذه الرسوم يعني فيه رسمة موجودة في المتحف الإبطي النصري اللي هو موجود عندنا في مصر الأديمة بيبين أن القط هو عبارة عن الدولة الرومانية المريضة والفار بيقدم لها الدواء فيه رسمة تاني مصرية قديمة عايز مثلا يسخر من الغناء وقتها فعمل فرقة من أسد وحمار وتمساح إذن إحنا ابتدعنا هذا الفن بالضبط عايزة تكلم على حتة كمان تانية مهمة جدا وهي النحت يعني نتكلم على النحت على وجه التحديد في الدولة القديمة والوسطى والحديثة كلمني عن أهمية أو اللي احنا كمان يمكن قدمناه للعالم هل إحنا ابتدعنا ده كمان ولا جلنا من بره إيه اللي حصل الفن المصري زي ما قلنا الفن المصري القديم كان فن رسمي فكان ليه تقاليد تقاليد الوقفة والقعدة والحاجات اللي زي كده بتطلع بأشكال مثالية لحد ما جيه في الفترة بتاعة إخنتون إخنتون غير في الديانة فاتغير شكل الفن فاحنا لأول مرة بنلاقي الملك بيداعب بناته ويقبل بناته ويتصور هو وزوجته البنات بيلعبوا معاه أول مرة نشوف حد بيصور الملك بهيئته إن كان مريض وعنده استسقى وبطنه كبيرة والشفاتها غليظة فيتم تصوير هذا الملك وكأنه شكل طبيعي وإنسان طبيعي وغير بقى إخنتون ونقل العاصمة بتاعته من طيبة اللي هي الأقصر إلى تل العمارنة موجودة في المينيا فتغيرت أشكال الفن بعد إخنتون رجع تاني الفن للشكل الكلاسيك في الفترة الجريكو رومان حصل تزاوج ما بين المصري القديم وما بين الفنون الرومانية اليونانية ورومانية طبعا حتى لما جي الإسكندر الأكبر فحاول يتقرب من المصريين وسمى نفسه ابن آمون علشان يقدر يلاقي له مخرج هنلاقي الموضوع ده تكرر بعد كده لما جي نابليون بونابارت في مصر 1798 لبس العباء الإسلامية والعمامة علشان يتقرب من المصريين ايه أكتر حاجة نقدر نتقرب بها الدين سواء حصل في الدولة المصرية القديمة أو في العصر الحديث فدايما المدخل بتاع الدين لأن في الحقيقة الأديان دايما هي اللي كانت المرآة اللي بيعبر من خلالها الفن صحيح يعني أعظم المنحوتات وأعظم الكاتدرائيات والعمائر الدينية كانت تعبيرا عن الدين